المولد للأفكار في المسائل التي تهم المواطن ففي ظل غياب هذا التجديد تبقى الطبقة السياسية تدور في عموميات بليدة وقديمة وفي حلقة مفرغة تدفعها دائما إلى السقوط في فخ التصريحات المخونة والتصريحات المخونة المضادة إذن سأناقش مجريات المشهد السياسي في الجزائر عشية ذكرى تأميم المحروقات مع ضيفي في الأستوديو الدكتور مراد عروج قيادي بحزب تاج مرحبا بك دكتور مراد عروج ندخل مباشرة في النقاش لأول مرة ربما في تريخ الجزائر تختلف أو تنقسم المعارضة والمساندة أو المعارضة والمولاد في طريقة احتفال بالذكرى المزاوجة لتأميم المحروقات وذكرى تأسيس الاتحاد الوطني لعمال الجزائريين سيد مراد عروج كيف تقرأ ربما هذا المشهد المولاد تحتفل والمعارضة تحتج بسم الله الرحيم بداية الشرق الجزيل على هذه الدعوة الكريمة وأهنأ كل الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بيوم 24 فبراير هذا اليوم السعيد الذي حققت به الجزائر السيادة من خلال تأميم المحروقات القراءة تكون في نقطتين هامتين النقطة الأولى هي نحن كحزب تجمع أمل الجزائر تاج في عادتنا في برنامجنا الحزبي ننشط ونحتفل بكل المواعيد الوطنية والمواعيد الدينية يعني خلال السنة المواعيد الوطنية سواء احتفال بأول نغمبر أو 5 جوليا أو 24 فبراير وغير ذلك من نادي المواعيد الموطنية نحتفل بها بداية ونرسي ولاياتنا وهيكننا أنهم يقيموا هذه الاحتفاليات لهدف نريد من خلاله نقل هذه الرمزية رمزية هذه الأيام رمزية هذه التواريخ إلى أبنائنا النقطة الثانية التي أرى أنها مهمة كون أن المعارضة تبرمج احتجاج في هذا اليوم الرمزي أعتقد أنهم لم يوفقوا في ذلك نحن ليس لنا اعتراض أن يتبنوا موضوع رفض الاستغلال للغاية السخي أو غير ذلك أو أنهم ينشطوا أو أنهم يتبنوا مطالب الشعب هذا حقهم كأحزاب سياسية ينشطون كما ننشط لكن اختلافنا معهم قد يكون في اختيار هذا اليوم الرمزي الذي لا نحبذ أن تحويله عن مغزاه إن برمجت أي ناشاط سياسي في مثل هذا اليوم الرمزي التي هو عبارة عن ذاكرة الجزائريين نعم نوفمبر يعتبر ذاكرة الجزائريين خمسة جويلة ذاكرة الجزائريين 24 فبراير ذاكرة الجزائريين نحن نخاف وقد ندلهم إلى قراءة أخرى تصور معي السنة الجاية كيف ستكون يعني ممكن السنة الجاية أنقسم الشعب إلى قسمين جزء من الشعب يحتفل بـ 24 فبراير والجزء الثاني الذين يتبنون مطلب المعارضة أو فلسفة المعارضة قد يحتفلون بمناسبة مغوسة عن هذه الاحتجاجات سيد مولان عدروج ولكن المعارضة أو الذين يساندون أو الذين يدعون إلى وقفة احتجاجية مناهضة لاستغلال الغاز السخري قد يحتفلون السنة القادمة بتراجع السلطة عن استغلال هذا المورد الطاقوي الذي يضر كما يقولون يضر بالبيئة والعباد والجماعة هذه كذلك نقطة خلاف لا يوجد فيها منتصر ومنهزم إذا ذهبنا إلى استغلال الغاز السخري لم يتصل أحد على أحد فهذا أمر عام يدخل في إطار الأمن الطاقوي لصالح العام لصالح الشعب حكومة سلطة وشعبا إذا تراجعنا عن هذا القرى كذلك ليس فيه منهزم ولا منتصر مع تتبين لنا أن استغلال الغاز السخري لا يمكن أن نقوم به اليوم فيؤجل هذا الأمر إلى غاية ما يطمئن الشعب يرتاح الشعب تزال المخاوف نجمع التقنيات الحديثة نقلل من المساوى إذن نجاح أو استمرار استغلال أو عدم الاستمرار الموافقة بنعم أو لا لا تعني أنه فيه طرف قد ينتصر فلنخرج من هذه المنطق ونذهب إلى منطق الأمن الطاقوي وما فيه من مصادر الطاقة وما تحتاجه جزائر ثم لما نتكلم عن الأمن الطاقوي نتكلم عن الغاز السخري من جانب العلمي دياله هل اليوم الجزائر بإمكانها أنها تستغل الغاز السخري وهل اليوم الشعب الجزائري مستعد أن يتقبل هذه الطاقة نعم سيد مراد عروج فتحت لي قوس حتى ندخل في نقاش نقاشنا فيما يتعلق بالمشهد السياسي أنت تتكلم بأن استغلال الغاز السخري أو عدم استغلال الغاز السخري لا يوجد منهزم ولا منتصر ولكن الإشكال الواقع هذه نظريا هذا هو الواقع ولكن في الميدان سيد مراد عروج فيها السلطة ذاهبة ومسر على استغلال الغاز السخري بالرغم من احتجاجات كبيرة في الجنوب بالرغم هذه المدة الطويلة للاحتجاجات ولكن السلطة ذاهبة ومسر على استغلال الغاز السخري نحن لا نتكلم عن وجود مخاطر أو عدم وجود مخاطر لأنه لسنا خبراء في هذا المجال ولكن نتكلم على وجود احتجاجات وجود احتجاجات في الشارع هذه لها مدلولها السياسي السلطة لا تريد أن تعترف بأنه فيه احتجاجات في الجنوب مناهضة لاستغلال الغاز السخري الأحزاب السياسية تساند هذه الحركية في الجنوب إذن من حقها أن تحتفل بهذه الطريقة شوف سيد الكريم انقسم العالم فيما يخص موضوع الغاز السخري إلى أكثر نحن أولا العلماء والخبراء انقسموا إلى رأيهم فيه من يرى أنه فيه مخاطر مخاطر كبيرة جمة وفيه من يرى أنه تقنيات متحكم فيها المخاطر نسبية ويمكن إستغلالهم الشعوب والجمعيات اللي مهتمة بالبيئة تحركت كلها عبر كل هذه الدول من أجل المطالبة بإيقاف اشتغلال الغاز السخري كيف تصرفت الحكومات فيما يخص أرأي الخبراء وكيف تفاعلت مع تحرك جمعيات المهتمة بالبيئة هناك حكومات قدرت الأمر بجوانبه جانب أمن طاقوي الإنسان اليوم أو الدولة اليوم تحتاج إلى طاقة نحتاج إلى مداخي تأتينا من الطاقة ففيه أمن طاقوي لا بدون يحفاظ عليه إذن قدروا المعطة الأول هو الأمن الطاقوي المعطة الثانية قدره هو رأي الخبراء والمعطة الثالث قدروا كذلك رأي جمعيات البيئية فانقسمت الحكومات إلى أربعة أقسام في حكومات واصلت استكشاف واستغلال الغاز الصخري وممكن أن نعود جملة مجموعة من الدول أمريكا الصين بولونيا وهناك كذلك الدول من الاتحاد الأوروبي فيه دول امتنعت أخرت أجلت عملت استغلال الغاز الصخري فيه دول بدأت ثم توقفت وفيه دول كذلك في محل الاستكشاف إذن الحكومات في العالم انقسموا إلى أربعة أقسام حنا اليوم الجزاء تعد من بين الدول التي باشرت عملية استكشاف مش استغلال إذن هي تعد من بين الدول التي باشرت عملية استكشاف العملية تقديرية وأعتقد أن الأمر موجود لدى رئيس الجمهورية فيه خبارة فيه أمن الطاقوي يحرص رئيس الجمهورية من خلال حكومته على تأمينه لأن الجزاء كباقي الدول تحتاج إلى طاقة تحتاج إلى مداخل الطاقة فيه كذلك حراك شعبي على مستوى الجنوب يطالب بتوقيف عملية استغلال أو عملية استكشاف أنا أظن وأعتقد نعم أن رئيس الجمهورية لا تنقص الحكمة وللحنكة وكذلك لا يمكن أن يتدخل أحد بينه وبين الشعب لأنه ليس لما تقول تلك اليوم أنا جيت أتضامن مع الشعب تضامن مع من؟ مع أهلنا ضد من؟ ضد أهلنا يعني نحن وهم أو هم ونحن وأنتم نحن جميعا كتلة واحدة شخص واحد أمة واحدة نحن كلنا جزائريون أن يصطفى واحد وراء مطلب ويقول أتضامن معك ضد أرئيس الجمهورية نعم ولكن سيد مورد عاروج نعم لا نضع لا نضع شوف سيد الكريم لا نضع أرئيس الجمهورية في موضع الظالم أو موضع الشخص الذي يوسئ التقدير أرئيس الجمهورية ولكن لم نتدخل لحد الآن سيد مورد عاروج طبعا 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 أرئيس الجمهورية له تقديراته له أشياء يطلبها ويعتمد عليها في اتخاذ القارة من رأي الخبراء من ما يحدث هنا وهناك من أمطاقة وغير ذلك يعني المسألة ليست ارتجالية وكذلك المسألة ليست إضاءا لفنان نعم جميل سيد مورد عاروج خليس عم الكلمة لو سمحت فضل مسألة فيها مسؤولية نعم سيد مورد عاروج ولكن مدام فيها مسؤولية يعني لماذا لم يتدخل رئيس الجمهورية لماذا لم يتدخل رئيس الجمهورية لحد ما ربما ندرس القضية بجد وندرس القضية برأسة معمقة لحد الآن لم يكن في أي سألة لقالي صدر من المجلس الوزاري لنعقد بعد انتخابات الرئاسية كان واضح اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية حتى نجنب اليوم فيه تخوف لماذا ينخاطب هؤلاء سيد العزيز سيد العزيز دعني نقولك هذا حاجة فضل معطأ أساسي قبل الأمن الطاقوي قبل الأمن الطاقوي وقبل مداخل المحروقات هو انسجان وطمئنان شعبنا هذا معطأ أساسي هذا أول شرط لابد أن يتوفى في أي إجراءة تقوموا بحكومة الله سبحانه عز وجل لما تكلم عن القريش قال الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف اليوم شعبنا في عصالح متخوف فلابد على الحكومة أن تقوم بكل الإجراءات التدقي في لإزالة الخوف لإزالة هذا لابد على الحكومة أن تكون قادرة لازم لازم فرض عين عليها واجب عليها أنها تنزل لهم يولوك أن تكون اليوم باش طمئنهم وتوزيل هذه المخوف ولماذا لا تستعمل خلني نروح معك بعيدا أبعدا من ذلك طبعا باشر عملية الاستكشاف دون طمئنة الآخرين هذا نقص خطأ خطأ كان من باب أولى أن ينزلوا إلى الشعب وبدوا في عملية تحسيسية لطمئنة الشعب ثم لما يبدوا عملية الاستكشاف يرى الناس بعينهم أنهم قادروا أنهم اليوم عملية إزالة هذه المخاوف العملية التحسيسية يمكن للحكومة من خلال ما توفى ولديها من وسائل أن تزيل هذه المخاوف باستعمال الوسائل المتاحة اليوم الأستاذ في المدرسة بإمكانه أن يلقي درس على الأمن الطاقوي بإمكان الإمام وهو يقرأوا الآية الكريمة الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف بإمكان الإمام أن يتكلم في الأمن الطاقوي دون أن يخوض في نعم للغاز الصخي أو لا للغاز الصخي لأن هذا الأمر أو هذا الموضوع محصول لدى العنماء والخبار جميل جدا الذي تتكلم عنها جميل جدا ولكن أين الأحزاب السياسية تكلمت على الإمام وتكلمت على المدرس أين الأحزاب السياسية أين حزب تاج من كل هذا لماذا لم ينظم بمناسبة هذا الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات على الأقل ندوات تحسيسية لقاءات علمية تتكلم في هذا الموضوع وخاصة أن الجزائر تعيش كما تعلم أزمة مالية مع انخفاض أسعار البترول ونتهي تعلم بأن الجزائر دخلت في سياسة تقشف أين الأحزاب السياسية وبالأخص حزب تاج من هذا الحراك من هذا النقاش الاقتصادي الذي يهم المواطن يهم يوميات ربما المواطن البسيط شوف سيدة كايم طبعاً ملف الغاز الصخري مرة عبر بغلمان نعم حتى نخرج من ملف الغاز الصخري سيد مرة دعروتش مهم جداً نعم تفضل لما عرض على البرلمان تفرقت الأحزاب سواء كانت موالية أو معارضة إلى تلت أقسام أحزاب من السلطة أو أحزاب من المعارضة وافقت على استغلال الغاز الصخري أنا أقول نعم هناك أحزاب من المعارضة وافقت على استغلال الغاز الصخري وهناك أحزاب من المعارضة امتنعت لم تقل لا نعم ولا لا نعم وأحزاب أخرى حزب أو ثلاث اعترضوا لما مر الملف عادي مرور عادي وأهنا وشعبنا في الولاية المعنية بهذا الأمر تحركوا بدأت عملية تبني هذا الموضوع أنا أقول باللي الموضوع ليس سياسي هو موضوع اقتصادي واجتماعي هو موضوع مطلوب منا جميعا سلطة كانت أو معارضة أن نتعمق في دراسته وفي فهمه وأن لا نكون اغتجاليين وأن لا نكون شعبويين وأننا عندما نقول نعم للأمن الطاقوي نعم لغاز الصخري نعم لا نقصد أن نهزم أحد ولما نقول لا لغاز الصخري كذلك لا نهزم أحد تاج في خضم هذه كله تاج عنده سلسلة ندوات عقدها فيما يخص اقتصاد أو تنميع اقتصاد خاتم حرقات وغدا نحتفل في تاج في المقار الوطني تعتاج بالندوة الوطنية لاحتفال بهذا اليوم وموضوعها احتفال بيوم 24 فبراير تأمين المحروقات وكذلك الأمن الطاقوي وقد أرسلنا أرسلنا تعليمات إلى كل الولايات توصيل كل الولايات باش نشطره هذا اليوم ويكون من خلاله تحسيس كل المواطنين بأهمية أنا أقول وأعيد وأكرر أهمية الأمن الطاقوي نحن وفي تاج مرش نقول نعم لغاز الصخري لأن هذا أمر أمر تأخبراء وتأمك تسين هم يقولون يا جماعة الموضوع فيه فائدة لكن نؤجله نعم أو الموضوع فيه مظهر ولم نتمكن منها التقنيات التي تقلل أو تخلي تخلي السلبيات منعدمة فكذلك ننطلق فيه إذن تاج حزب باقي الأحزام ينشط في هذا المجال ويقدم ما يستطيع اليوم المعارضة سيدي الكريم يجب أن نقرر نعم ولكن سيد فيه تلت أجندات نعم سيد مراد عروج خليني أتوقف عند هذه النقطة ولكن الإشكال اليوم في المشهد السياسي أنه لا يذهب إلى عمق الإشكال ولا يذهب إلى عمق المشاكل ويناقشها اليوم المشهد السياسي يتكلم في عموميات قديمة يعني المشهد السياسي لا يزال يتكلم عن انتخابات مزورة وانتخابات رئاسية وطريقة الانتخاب المشهد السياسي لا يتكلم ولا يخوض في المسائل التي تهم المواطني ماذا في رأيك سيد مورد عروج المشهد السياسي في الجزائر غير متجدد؟ انقسمت الجزائر بأركانها الثلاث على خطوط متوازية لا يلتقية رئيس جمهورية ممتل بحكوماته عنده برنامج الانتخابي ونفت فيه أمن الطاقوي غير صحيح الأجندا السياسية دوستوه نحن رضونا الاجتماعية يتم التكفل من خلال ما يعمل من قوانين وإجراءات وتشريعات وأنشطة بكراسون دولامبلوان باللوجما إلى غير ذلك المعارضة حصرت نفسها في خندق فأغلقت على نفسها وأغلقت باب الحوى اليوم لما المعارضة الدير مقدمة أساسها أنه انتخابات مزورة شرعية أنه رئيس لا يقوم بمهامه أنه هناك أزمة أنه هناك حراك شعبي أنه هناك حدود مهددة إذن هناك أزمة فبالتالي يا رئيس الجمهورية تعالى لنجلس إليك أو تجلس إلينا نحي روحك ودير لجنة مستقلة لتنظيم تيخامات ونجل تيخامات إرئاسية مسمقة يعني غير منطقي خيور مغلق تقول الواحد اللي جايب بشي نقول قبل أنت غير شرعي وبالأنت مكشقين بالمهمة ديالك وباللي وكالكال وديت بشي نحيك وندير لجنة وندير تيخامات مسمقة هذه المعارضة أغلقت على نفسها بنفسها جاءت الآن فرصة فرصة وعطيت للمعارضة حتى تقود في المجال الاقتصادي كان من باب الأولى اللا تبعا مليح اللا ننساق المعارضة لا تنساق المعارضة تقول الشارع توعي الشارع المعارضة تاخد قارات حتى لو كانت مفيها الشعبوية لأنه اليوم أنتك في المعارضة غدرت وليتها الجمهورية قال تذهب وإذا كان مضطر أن تروح الغاز السخي تروح لما تروحش بل ستذهب حينها إذن قضية الغاز السخي أو الأمن الطاقوي لابد أن يدرس دراسة علمية ثم نصل إلى الخلاصة ثم نتجه إلى الشعب لنحسسه ونقنعه بهذا الأمر وإلا شوف يا جماعة ما لجمش نروحه ندير البوليتيك مع الشعب دينا لابد أن نكون صادقين نعم ونكونوا علميين ونكونوا نزاهان ونكونوا عندنا نظرة مستقبلية إذا الغاز السخي أثبت العلماء والخباران بأنه فيه مظراء لا أعتقد أتزين في هذا أجمعه ما أشتظم الناس ولا يمكن أن نمشي فيه أمر فيه مظلمة فيه ضر وفيه مظراء نعم شعبنا أنا أقول وأكام وأعيد شعبنا في عين صالح قلقون نعم ولهم الحق سيد موراد خائفون ولهم الحق من واجبنا جنيعا أن نزيل هذه المخاوف إذا توفقت لدينا المعطيات العلمية التابتة الصحيحة التي توزيل هذه المخاوف أما أني نبعت لهم واحد نبعت لهم واحد باش يقول لهم عنوان الغاز الصخري ما فيهش مضغة يا ودي ماشي كلم هذا أشرح بشي الغاز الصخري ما فيهش مضغة هو يقول لك أنا قيد في الانترنت باللي كاي الناس قالوا وكاي الناس قالوا إذن لما تروح لهم خاطبهم بعقل نعم سيد موراد عروش سيد موراد عروش نبقى في المشهد السياسي لا يتعتبر بأنه تتكلمت على المعارضة بأنها تخندقت ربما في خندق وغلقت على نفسها نعم من خلال المشهد السياسي ومن خلال نقاش سياسي الذي تعالجه اليوم المعارضة ما فيهش تجديد ما فيهش تجديد ما فيهش اهتمام بيوميات المواطن ولكن حتى السلطة سيد موراد عروش لها قصة من هذه التصحر إذا صح التعبير الذي يعيشه للمشهد السياسي أين السلطة من تنشيط المشهد السياسي أين السلطة من تحريك الفعل السياسي السلطة كذلك هي غالقة عن نفسها ومتقوقعة عن نفسها ولا تسمع لا لصوت المعارضة بغض النظر على الغاز السخري أو غاز آخر أو موضوع آخر السلطة لا تسمع لصوت المعارضة حتى ولو تكلمت المعارضة حقا سيد الكايم لابد أن نزيل شيء من الساحة السياسية أو من الشيء السياسي كل حاجة فيها تخوين نحبسها لا أحد يخوين أحد ما كان لا عامل فرنسا ولا باعها ولا مؤامرة ولا أجمدها خارجية ولا هاتش لا فيش هذا الأمر سيد موارد داروج أنا أقول أنه لا يخوين أحد 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 حبسوا لآن نتناقش بعلمية تقولي السلطة الآن غلقت المجال السياسي أخي الكريم حكومة رئيس الجمهورية عنده برنامج وينفت فيها هذه المادة التي تعرضوا على الشعب وتعرضوا على المعارضة اليوم مريض الجمهورية قال أنا برنامج السياسي يا جماعة وتعدي الدستور روحوا وحكموا هذه الوثيقة والشرط والشرط اللي حبيتوها وروحوا إلى أبعد حد خذ الوثيقة كما جات وطلب رئيس الجمهوري أنه يلفدها كما جات وتقدر تروح تقطعها وثيقة أخرى رائعة جداً وقول حبيتنا نساكه في الدستور هذه الوثيقة التي نريدها وهذه المنهج التي نريدها وبالمناسبة نحن في تانش طرحنا أن تكون ندوة وطنية مفتوحة نعم كل شيء تحط فوق الطابلة وينواقشه كل شيء وتكون لجنة سياغة منبثقة من الندوة مع تعمل الشفافة تخرج الجزائر من خلال هذه الندوة بدستور صالح لزمني طويل وبهذه المناسبة أنه يدير لنا دستور ويدخل به للتاريخ كما يدخل جواز واشنطن وهو قادر على ذلك هو رجل السلم المصالحة وأرسق قواعد التنمية أن نطلب منه من خلال هذا المنبر يدير لنا دستور أو يقترح لنا دستور نستفتع عليه يدخل به للتاريخ ويكون صالحاً لكل الجزائرين أما مواضيع أخرى مادة خام تعطيها السلطة إلى المعارضة ولا تجد لدى المعارضة استقبال ولكن سيد مورد عروج هذا الأمر الذي تتكلم عليه في النظام أين يكون فيه ديمقراطية أين تسمع السلطة النظام الحالي لا يسمع للمعارضة ولا يناقش مع المعارضة كيف يسمع؟ يسمع أن أخرى؟ اليوم السلطة أو الحكومة عرضة قوانين اقتصادية عرضة قارات اقتصادية ولا أحد يناقش أنا أعطيك أنا أمر معلن أمر معلن اليوم نعاود نقول وزير من وزارة اليوم أعلن عن أشياء ولا واحد من المعارضة أين هي المعارضة؟ هذه مادة موجودة أو قال لك أنا في برنامجي من أجل تنوي على الاقتصاد يوم تم تأيين 12 مدير المجموعات الصناعية حدث هام يعني حتى من ناحية اقتصادية حدث هام هذا المشروع المجموعات الصناعية التي ربما إعادة هيكلة القطاع الصناعي ربما قد يأتي بالفائدة لإعادة ربما نموض بالقطاع الصناعي إذا كانت المعارضة ناشطة لا تكتفي بالسماع الإعلان عن طناش نحن نروح إلى بعض من ذلك هذا طناش هدوما من يمثلون؟ ما هي القطاعات؟ وش اللي هي استراتيجية تعهم؟ وش اللي يروحوا ينقشوا؟ موش يسمع أنه إيس فلان يبلو فلان مدير عامل مجمع كذا؟ هذا نعم شكرا لك الأصل أنه نذهب إلى تفاصيل استراتيجيات اللي حتخرجنا من التابعين المحروقات سيدة كاين مشهد 2019 مورد عرش 30 تانية حتى نختم أنه مخرج كل ما يبقى في الوقت مشهد 2019 لابد أن نعرفه الآن أنا عارف له اليوم إذا ما غيرناش الدشتور 2019 حندخل الانتخابات الرئاسية بالدشتور القادم إذا ما غيرناش إجراءات خرجنا من التابعين المحروقات سيموحمد الكساسي محافظة البنك الجزائري دائما يقولوا يعاود يا جمعة ما لدينا من احتياط إصاف وما لدينا وما لدينا في حكفينا 36 موات معناته بلا دستور وبلا تنوع اقتصاد وبلا احتياط إصاف وبلا أي شيء وستكون حينها أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية نذهب بها جنة سيد مورد عروج أشكرك جزيل الشكر على هذا النقاش المستفيد مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدة كان موضوع عدد اليوم عشية ذكرى تأميم المحروقات كثير من السياسة وقليل من الاقتصاد ألقاكم قدرين إن شاء الله السلام عليكم موسيقى